عندما نشاهد القائمة التي استدعاها ديدي ديشان لخوض كأس العالم نتأكد أن هذه المجموعة لها إمكانيات فنية وكروية هائلة ويمكن لها أن تذهب إلى أبعد الحدود في هذه الكأس العالمية عندما نشاهد خاصية بوكبا الهائلة في وسط الميدان وماتو ديء الرائع وبنزيما إذا عرفنا كيف نستغل إمكانياته فهو لاعب مهم في المنتخب الفرنسي وفرانك ريبيري الذي ننتظر منه أن يعطي ديناميكية للهجوم جماعيا منتخب فرنسا له عديد اللاعبين المهمين ونحن نثق في قدرة هذه المجموعة للتألق في المونديال يجب أولا أن نتجاوز الدور الأول هناك منتخبات تبدو للوهلة الأولى سهلة لكن يجب الإحتياط منها نحن لسنا في مجموعة مثل مجموعة غانا فمنتخب فرنسا له من الخبرة ما يكفي لتجاوز الدور الأول ونأمل في الوصول للنهائي لا أحتفظ إلا بالذكريات الجميلة من تتويجنا بكأس العالم سنة 98 هي ذكريات رائعة وعندما أشاهد الجماهير ومن خلال حديثي معهم ألمسوا مدى الفرحة والبهجة التي أدخلها فوز فرنسا عليهم أنا لا أنظر إلى الصور ولكن أستمتع بشيادات المتتبعين لكرة القدم رفع شعار كأس العالم لحظة لا يمكن أن تنسى ولا أن تنمحي من ذاكرتي سنة 86 وعندما كنت صغيرا شهدت مرادونا يرفع كأس العالم ويقبلها ولم أكن أتصور للحظة أن أكون في يوم ما في مكانه ألمس رمز كأس العالم وأو قبله ولكن من حسن حظي نالني هذا الشرف ولعبت في منتخب فرنسا وعملنا لمدة أربع سنوات من أجل تحقيق هذا الحلم نعم أنا واثق من أن منتخب فرنسا يمكن أن نرعب النهائي فأنا متفائل أكثر ولما لا نفوز باللقب صحيح أن هناك منتخب إسبانيا الذي لا يمر بفترة حسنة ومنتخب ألمانيا الذي نتساءل حول حقيقة إمكانياته ومنتخب الأرجنتين ومنتخب بلجيكيا الذي يمكن أن يكون مفاجأة في هذا المونديال دون أن ننسى الفرق الإفريقية